صوتها المميز ووصفاتها السهلة كانت بوابة دخولها كل البيوت ورغم انها عيشة في امريكا الا ان كل الستات يعرفوها وبيعملوا وصفاتها وعندها ملايين المتابعين على حسابتها على السوشيال ميديا والشيف نادية السيد مصرية بتقدم وصفات اكل سهلة ومبتكرة لكن اتعرضت لهجوم في الفترة الاخيرة بسبب ازمة مع شيف تانية اسمها ايا حبيب تعالوا حكلكوا قصة نادية من اولها ونعرف ايه تفاصيل ازمتها مع ايا وكمان موضوع ارباح فيديوهاتها تابعونا لاخر الفيديو نادية السيد زيها زي اي بنت بتحب الطبخ من صغرها وكانت دايما بتحاول تبتكر طرق جديدة وكانت متفوقة في دراستها ودرست في كلية العلوم بعد ما خلصت السنوية العامة وحصلت على لسانس من كلية العلوم بقسم الرياضيات وبعدها تعرفت على رجل اعمال حبها وطلب يتجوزها وبعد انتجوزته انجبت تلات اولاد واستقرت معاه في ولاية لوس انجلوس في امريكا نادية كانت طول الوقت حسن عندها طاقة ومحتاجة تخرجها في حاجة بتحبها وقررت تتعلم فنون الطهي اونلاين وبدأت تقدم الوصفات دي لاطفالها وبعد كده بدأت تدرس فنون الطهي من كل مطابخ العالم ومن هنا فكرت في تقديم الوصفات دي على قناة خاصة بيها على اليوتيوب وبدأت بتقديم الحلويات والمعجنات وكانت طريقتها سهلة وبسيطة ما فيهاش اي تعقيد وبتوصل للمبتدئين بسرعة كمان قدرت نادية السيد تقدم وصفات خاصة لمرضى السكر ووصفات للمتابعين اللي بينقصوا وزنهم وده اللي بيميزها عن غيرها من الشفاة الموجودين وفجأة وبعد فترة صغيرة فيديوهات نادية وصلت لملايين المتابعين وده شجعها اكتر على تقديم فيديوهاتها وبدأت تنوع من اكلتها ووصل عدد متابعينها على الفيسبوك لـ 11 مليون متابع كمان وصلت قناتها على يوتيوب لـ 3 مليون مشتابع ومليون متابع على تطبيق تيك توك وتحولت نادية في ظرف سنتين من مجرد سيدة هاوية لفنون الطهي اللي واحدة من ابرز واهم مقدمي محتوى الطبخ في مصر والوطن العربي كله الارباح الكبيرة اللي بتحققها نادية السيد من عوائد فيديوهاتها على السوشيال ميديا شجعتها تشارك زوجها في ادارة وتطوير شركة العقارات اللي بيمتلكها في امريكا وفعلا قدرت توفق بين فيديوهاتها اللي بتقدمها للمتابعين وبين ادارة الشركة وفي يوم نشر بعض متابعي السوشيال ميديا صور وفيديوهات لوصفة النجريسكو للشيف نادية السيد والشيف آية حبيب وقالوا ان الطريقتين بنفس الصور وشبه بعض في كل حاجة حتى العنوان كمان متشابهة على قناتهم والموضوع تحول لأزمة بين فريقين الاول مع نادية السيد والتاني مع آية حبيب وكل طرف فيه تيم التاني بسرقة المحتوى والوصفة والطريقة وردت نادية السيد على المتابعين وقالت انها فايتر ومش هتسيب حقها وان بعض المتابعين بيحاولوا يشوهوا صورتها وقالت انها بلغت عن بعض الصفحات اللي سرقت منها حتى الان 6500 فيديو وقالت انها بتحترم الشيف آية حبيب بس وصفة النجريسكو بتاعتها اتنشرت قبل زميلتها آية باسبوع وهي بريئة من تهمة السرقة والموضوع اتكرر في فطائر الطاصة اللي نشرتها قبل آية حبيب باسبوع برضو وبكده الموضوع ما بقاش مجرد صدفة وهنا ردت آية حبيب لأول مرة وقالت انها ما عندهاش اي صفحات على فيسبوك وان في صفحات مزيفة كتير بتنتحل اسمها وانها ما تملكش غير قناتها على يوتيوب ومركزة في شغلها وبس وانها بقالها سنين عمرها ما تخنقت مع حد وانها بتكبر دماغها لان الحياة فيها حاجات اهم من وصفات الطبخ الحقيقة ان رد آية حبيب كان مفاجئ لكل المتابعين بس اكد انها بريئة من سرقة وصفات زميلتها ناديا السيد وعكس قد ايه ان في احترام متبادل وعن اللي تسبب في الازمة دي وهي صفحات السوشيال ميديا بنتمنى في النهاية كل التوفيق للشيف ناديا والشيف آية اكتبونا في التعليقات رأيكم ايه في الازمة اللي حصلت بسبب النجريسكو شكرا